والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين وعلى آله وصحبه ومن ولاه إلى يوم دين جئنا هذا اليوم لنقدم واجب العزاء بالخليفة العام السابع للطائفة المريدية الطائفة السوفية الطريقة الأعرق والأعتد في هذا البلد الكريم ونحتسبه فعلينا مع الشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقة ونحن اليوم نأتي بهذه الزيارة معبرين بكلمة ورسالة منقولة من سيادة الرئيس محمود عباس ومن القيادة الفلسطينية ومن الشعب الفلسطيني بعمومه إلى السنغال دولة رئيسا وحكومة وشعبا متضامنين متعضدين معهم في هذا الحدث الجلل وأيضا جئنا نهنئ الخليفة العام الثامن سماحة الشيخ محمد المنطقة ابن الشيخ محمد البشير مباكي وهما الاثنين أحفاد لمؤسس الطريقة ومن السلالة المباركة ومن الأيدي الناصعة التي تعمر في الأرض وتخدم الأمة فجئنا نهنئه بالموقع الجديد وندعو له بالخير والعرفان والعمر المديد السلامة والعرفان والعرفان التي تنظر في المنطقة بوجود في القبيل وإنهة المنطقة بوجود في القبيل وإنهاads تعتبر من الصحاب النصر على كل شعبا أي شخص ينطرلهم من النقل , نمبرopes اMSل أكبر على رروس sytu الإنسانية وأنا كان على كل جهيناة هك في هذا مؤمنون المعلن وأن لدينا بأطوS يشكوين استخدمها الأنسان لذلك تشكوينها للأسفادة ولك تشكوينها للعنقادة شكراً لكم